خدماتي الرقمية إلى صفر ورقة إذن سأعطي إشارة الانطلاق لفتح منصة التوجيه حامل شهادة بكالوريا 2024 عبر هذا التطبيق الذي أنجزه كذلك أنجزته سواعد المدرسة الوطنية العليا للإعلام الآلي بواد صمار الترتيبات التي أتخذت هذه السنة هي هامة ومهمة جدا بحيث تأول بالطالب الجديد إلى طريق النجاح والذي هو يعتبر أولوية وطنية بالنسبة لنا على أساس أن نجاحه أولوية بداغوجية وعلمية أولوية اجتماعية أولوية اقتصادية أولوية سياسية إلى غير ذلك من الأطر التي تجعلنا نسعى من أجل أن يكون الاختيار صائب وبالتالي قمنا بتحسين كل ما علينا أن نقدمه لحامل شهادة البكالوريا من مرئية أكثر قوة وأكثر جاذبية وأكثر مقرؤية لحامل شهادة البكالوريا وكذلك إضافة هذه السنة لثلاثة تطبيقات مهمة جدا متمثلة الأولى في مجمع أو مجموع الاختيارات التي تتاح للطالب طبقا لعلاماته التي حققها في امتحان شهادة البكالوريا ثانيا التطبيق الثاني وهو الأول من نوعه مستعملا الذكاء الاصطناعي والتنقيب عن المعطيات من أجل توجيه الطالب ومرافقته من أجل النجاح طبقا للتجارب السابقة باستعمال أكثر من عشر ملايين معطى والتطبيق الثالث والمتمثل في أنه لكل مسار لكل شعبة لكل ميدان ما هي المهن التي توافقه والتي بطبيعة الحال تعطي أكثر مرئية لاختيار هذا الطالب الآتي الجديد أو الداخل الجديد للجامعة جامعة من مستجدات هذا المنشور هي تأهيل عروض تكوين جديدة تتماشى مع احتياجات المواطن احتياجات المجتمع احتياجات البيئة الاقتصادية والاجتماعية سواء كانت على المستوى المحلي أين تتواجد الجامعة أو على المستوى الجهوي أو الوطني كذلك خمسة تكوينات جديدة في مجال تكنولوجيا السيارات ربعة تكوينات جديدة للتحضير لشهادات ذات كفاءات مزدوجة مثال استعمال أو تعلم الإعلام الآلي والرياضيات في ميدان العلوم الاجتماعية والإنسانية الكلمة الفصل ترجع للطالب الطالب حامل شهادة البكالوريا هو الذي يفصل في اختياره في المسار الذي يدرس به بالمقعد البيداغوجي بيد المدرج الجامعي هذا كذلك يؤشر إلى الوسائل الضخمة والهائلة التي تضعها الدولة من أجل أن تكون الجامعة بالفعل محققة لأهداف برنامج الحكومة ولالتزامات السيد الرئيس بميزانية ملائمة بتعطير مهم وذى جودة وبحياة جامعية في مختلف المرافق الجامعية في تحسن مستمر ترجمة نانسي قنقر